المهندس موسى الساكت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وأيضا رئيس حملة صنعة في الأردن بيشرفنا وظيفنا في هذه الفقرة بيحدثنا عن مهرجان أردننا صباح الخير باش مهندس أهلا وسهلا فيك أستاذي لو سمحت تحدثنا بشكل عام عن فكرة هذا المهرجان ما هو هذا المهرجان أين سيقام وما الفائد أو الرسالة من هذا المهرجان بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء نشكر قناة رؤية الرعي الإعلامي لهذا المهرجان أردن فكل شكر جزيل نحن بداية مهرجان أردن Made in Jordan Festival سيفتع بوابه غدا الجمعة اتداء من الساعة الخامسة ويستمر لغاية 5 أيلول من الساعة الخامسة إلى الساعة الثانية عشر ليل هذا المهرجان طبعا احتفال بكل ما هو أردني من إنتاج وطني من تحف يدوية وحرف من فنانين من ناشرين كتب فكل ما هو أردني سنحتفل به من خلال هذا المهرجان إن شاء الله رب العالمين أستاذي هو حملة صنعة في الأردنية حملة موجودة أصلاً صلها ثلاث سنين ولكن هذا المهرجان يعني زي يدشن أو يطلق هذه الحملة بشكل وطني يعني على مستوى المملكة فحكينا عن العلاقة بين الحملة والمهرجان هي غرفة صنعة عمان بدأت ما يسمى بحملة صنعة في الأردن تمام وبدأت هذه الحملة قبل ثلاث سنوات بالتشارك مع غرف الصناعة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاكل الاقتصادية ووزارة الصناعة بفضل الله الآن أصبحت هذه المبادرة مبادرة وطنية وفعالية اقتصادية بامتياز يشترك فيها الآن غرف الصناعة غرف التجارة وزارة الصناعة وزارة السياحة أمانة عمان وصندوق الملك عبدالله لإطلاق هذا المهرجان الأول من النوعه على مستوى الوطن فأصبحت مبادرة على مستوى غرف الصناعة والآن أصبحت مبادرة وطنية نحتفل بها من خلال هذا المهرجان يا سلام يعني شيء أكثر من رائع أستاذي الفكرة يا فكرة الحملة دائما أطلاق المنتجات الأردنية بالصفة التي تليق بها وأيضا تجيع المواطن على استهلاك هذه المنتجات المعرض رح يكون أردني خالص يعني مش رح يكون حتى على مستوى الطعام رح يكون أردني المنتجات كلها رح تكون أردنية الفنانين رح يكونوا أردنيين المستوى المهرجان بالتأكيد على مستوى المملكي مستوى رح يكون عالي جدا المواطن رح يحس في قيمة هذه المنتجات بتوقع هاي هي الرسالة اللي بركز عليها المهرجان واللازم أنها توصل للمواطنة طبعا نرجع سريعا على صنع في الأردن هي بدأت الحملة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني يمكن كثير ناس ما بعرفوا أنه المنتج الوطني أو الصناعة الوطنية الآن بتصدر لأكثر من 120 دولة حول العالم وهذا طبعا صلتنا الضوء من خلال هذه الحملة الآن نحن عم نصلط الضوء على كل شيء وطني أقول شيء أردني من زي ما حكينا من فنانين من كتاب من تحف وإبداعات أردنية بأيدي أردنية يعني المهرجان شعاره بأيدي أردنية 100% وطبعا أثرنا أن يكون محطة المطاعم إن صح التعبير أو منطقة المطاعم أن تكون فقط مطاعم أردنية كذلك المهرجان كل ما فيه أردني تمام يعني ما فيش سلاسل مطاعم أجنبية من الموجودة في أردن أبدا أبدا مع أنه طبعا هذه السلاسل يشتغل فيها أردنيين ولكن إحنا حبينا أن نصلط الضوء على كل ما هو أردني أصيح نعم جميل جدا طب أستاذي لو سمحت تحكي لعن الحملة خلال هذه الثلاث سنوات برأيك ما مدى نجاح هذه الحملة بإيصال هذه الفكرة للمواطن الأردني وتجيع المواطن الأردني بالفعل على الأقبال على المنتجات الأردنية وشراءها طبعا هكذا حملات يعني إذا قررناها بالحملات اللي صارت في الخارج يعني حملت مثلا صنع في مصر صنع في لبنان صنع في أمريكا هذه حملات تأخذ سنوات طويلة يعني لا يمكن أن تفي بغرضها خلال فقط ثلاث أو أربع سنوات بس بحمد الله إحنا منذ أن بدأت يعني صار فيه كلام حول هذه الحملة صار فيه إقبال أكثر على المنتجات الوطنية صار فيه أول إشيء يعني ثقافي لدى المستهلك أنه فيه منتج أردني يعني عالي الجودة إن صح التعبير أقل هو حركت الماء الراكد بهذا الموضوع انتقلت طبعا الحملة من حملة ترويجية إلى حملة استهدفت السنة الماضية أكثر من 47 مدرسة حكومية وخاصة طبعا الجيل الناشئ جيل الصاعد هو مهم جدا في موضوع التقافي في المنتجات الأردنية والآن طبعا من حيث لا يعني ما توقعنا أنه يعني ننظم هذه الفعالية اللي هي يشترك فيها جميع الفعاليات الاقتصادية فكانت من حملة زي ما قلت صغيرة على مستوى غرفة صناعة أمان والآن أصبحت حملة وطنية تسلط الضوء على كل المنتجات الوطنية جميل جدا أستاذ لو سمحت حكي لنا عن المعرض نفسه أو المهرجان نفسه كاستركتشر يعني إيش موجود في المهرجان الحارات كيف تتوزع الأماكن كيف مقسمة في محافظات كمان جاي كل محافظة عم بتقدم نفسها فركلوريا أو ثقافيا فحكي لنا أسمحت عن تقسيم المهرجان فعليا يعني هو على الأرض الواقع المهرجان يتألف من ثمن محطات رئيسية أو ثمن مناطق طبعا صنعة في الأردن اللي هو معرض صنعة في الأردن أو نحكي عن المنتجات بالضبط تمام بغض النظر غذائية بمساحة أكبر من 3600 متر مربع يشترك في أكثر من 200 من المصانع الرائدة في الأردن وسيكون من خلال هذا المعرض بيع مباشر وبأسعار تحفيزية وبأسعار في خصم تمام في بيع تجزئة للمواطنين طبعا في بيع تجزئة أيضا في عندنا المسرح محطة أخرى يشترك فيه أكثر من 12 فنان رح يكون فيه معرض الكتاب أكثر من 10 دور نشر سيشتركوا في هذا المعرض نعم في عندنا معرض الفن أيضا أنا كاتبهم لأنهم 8 عندنا منطقة الأطفال تمام في عندنا 14 أو 12 لعبة ترفيهية حكينا على شارع الفن منطقة الطعام وقرية المحافظات سيشترك فيها 12 محافظة بالإضافة إلى الشارع الرئيسي الذي سيكون نبض المهرجان الذي يتوزع منه المحطات التي ذكرتها فيها 8 محطات رئيسية لهذا المعرض جميل جدا يعني بالتأكيد العائلة بكل يعني الأب والأم والأطفال كلهم رح يلاقوا بالتأكيد ما ممكن أنه يشغل بالهم ويلاقوا الاشيء اللي حسب ذوقهم أو حسب هوايتهم هو زي ما حكينا للأطفال في موضوع الألعاب الأطفال اللي هي 12 لعبة ترفيهية في أيضا معرض الكتاب هناك قراءة قصص هناك رسم على الوجه ففي عندنا فعاليات للأطفال بكافة الأعمار في عندنا المعرض الصينعة في الأردن بيئة مباشرة لكل أفراد العائلة بكل المنتجات الوطنية في عندنا المطاعم ممكن أنه بعد تخريباً في كل ليلة في فنان طبعاً نعم فهي رح يكون 8 أيام وزي ما حكينا سيبدأ من 28 آب وينتهي آخر يوم رح يكون 5 أيلول تمام يعني إن شاء الله بكرة الافتتاح افتتاح نعم من الساعة 5 المساء للساعة 5 المساء للساعة الثانية للساعة 10 ليلاً تمام وافتتاح الرسمي رح يكون أي ساعة؟ ولا ما في افتتاح رسمي؟ ما في افتتاح الرسمي رح يكون بفتاح بوابه؟ بفتاح بوابه طبعاً في ساعة 5 غداً وزي ما حكينا رح يكون لغاية الثانية عشر ليلاً وأرض المعارض طريق المطار خلف ديونز تمام يعني هذا كنت أسألك عنه بجوز في أكثر من منطقة معارض على طريق المطار ومرج الحمام خلينا نحدد تحديداً هي منطقة المعارض وانت رايح باتجاه المطار ومش معارض السيارات ولا معارض الفرج الحمام القديم هي المنطقة بجوز للناس اللي ما بعرفوها باتجاه المطار جنوب غابة ملك مملكة البحرين تمام اللي هو غمداً منتزل غمداً بالضبط يعني باتجاه طريق المطار بعدين في مثلت على الشمال باتجاه نادل ديونز وعلى اليمين هاي المنطقة المعارض راح تبين أنه راح يكون في منشآت يعني تم بنائها خصيصاً لهذا المنطقة تمام ودخول مجاني طبعاً على الإشي الوحيد يمكن بدفع حقه الزائر هو موضوع المسرح لن تتجاوز أو هي خمس دنانير التذكرة وأيضاً إذا بدوا يشتري أي حاجات من المصنع أو من المعرض نعم جميل جداً طب أستاذي بتوقع أننا نحاول أن نغطي قد ما نقدر من زوايا المهرجان أشي حابب تضيف عن المهرجان عن الستركتر مثلاً عن الرسالة أي شيء ما اتطرقنا لإله إن شاء الله هذا المهرجان أول شيء سيكون سنوي وزي ما حكيته احتفال بما كل هو أردني وصناعة وطنية ومنتجات وطنية أردنية مئة في المئة هو الأول طبعاً وكل الشكر للتقدير للدعمين للرعاة الذين طبعاً بدونهم ما قدرنا نسوي هذا المهرجان طبعاً يمكن جدير أنه نذكر أنه هذا المهرجان هو بتنظيم من غرف غرفة تجارة الأردن غرفة صناعة الأردن غرفة صناعة عمان غرفة تجارة عمان وزارة الصناعة وتجارة وزارة السياحة أمانة عمان وصندوق الملك عبدالله للتنمية هذول هم المنظمين وطبعاً بتنظيم من مشكورة من شركة آي جوردن وطبعاً الرعاة يعني كثيرين موجودين طبعاً أكيد على شاشة رؤية عندنا يعني وزي ما حكيت كل شكر وتقدير لهم الذين يعني لو لا رعايتهم لما كان هذا المهرجان نعم جميل جداً أستاذي يعني الفترة تقريباً يعني في نهاية العطلة فكمان نحن عم نستغل المختربين يعني 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 جزء لسه كبير من هم موجودين لسه يعني بداية المدارس وبداية العطلة أو نهاية العطلة المدرسية كمان أيضاً استغلال المختربين الأردنيين يعني دائماً نحكي نحن الفعاليات الوطنية اللي بتكون في الأردن لما يكون فيه مختربين أردنيين خارج البلد ويرجعوا على الأردني يحسوا بالفرق اللي عم بصير في الصناعة الأردنية والفرق اللي عم بصير في التجارة الأردنية وارجع هدول المختربين يعني قبل فترة كان فيه منتدى كبير جداً يعني مؤتمر مؤتمر في البحر الميت وكان الهدف منه إعادة الاستثمار الأردني الموجود في الخارج مثلاً مهرجان مثل هذا المهرجان شو الفائد منه وكيف يستطيع أنه جذب الأردنيين اللي موجودين في الخارج عن طريق أنه مثلاً زيادة الاستثمار أو زيادة حتى الاستهلاك طبعاً هو زي ما حكينا المهرجان بداية من خلال عرض المحطات وعرض المناطق أول شي يعني بصدر صورة جميلة لهذا المغترب هذا بداية نعم الشغلة الثانية هو نشاط تجاري اقتصادي بامتياز الشغلة الثالثة والمهمة أنه نعمة الأمن والأمان الذي ينعم بها الأردن طبعاً هذه مهمة جداً فهي عامل رئيسي لجذب أعتقد هؤلاء المغتربين أو هؤلاء السياح لزيارة هذا المهرجان وزيارة الأردن طبعاً بداية جميل فهو إن صح التعبير سياحي اقتصادي ثقافي بامتياز نعم وترفيه نعم جميل جداً فهذا يعني يدمج هذه وهذه الفعاليات وهذه الفعالية تدمجها ولا معاً جميل جداً يعني ساذي نتمنى لكم كل التوفيق وجهودكم مشكورة بالتأكيد الله يعطيكم ألف عافية يعني إصال المنتج الأردني لهذه الصورة وإصاله للمواطن الأردني في النهاية يعني في أجمل صورة وبصرطه الحقيقية اللي بتدل أيضاً على قيمته الفعالية بالنسبة للبلد تجيع هاي المنتجات الأردنية قدش بساهم في اقتصاد البلد وقدش يعني بساهم في غرس الروح الوطنية وتثبيت الروح الوطنية عند الأب لما يلاقي أنه يحكي لابنه أو يحكي لابنته الصغيرة أنه لا بابا نحن بنشتري من هذا عشان أنه أردني أيوة فالفكرة هاي عشان نشغل الأردنيين يعني إحنا اليوم صنع في الأردن أنا من خلال منبر رؤية وأرجو أن يكون فقرات يعني خنقول في برامجكم أهمية استهلاك المنتج الأردني ليس أنه المنتج الأردني أصبح الآن ذو جودة والدليل زي ما حكيت في بداية الفقرات أنه يصدر لأكثر من 120 دولة حول العالم ولكن ما هي أهمية استهلاك هذا المنتج الأردني لإقتصادنا للأجهال القادمة لتشغيل الأردنيين والأردنيات هذا كله مهم حقيقة فيجب أن يسلط الضوء عليه من خلال الإعلام رؤية طبعا إن شاء الله رب العالمين مهندس موسى شكرا جزيلا لوجودك وبتمنى لك التوفيق كما مرة الله يسلمك شكرا أهلا وسهلا